ورحت النشاط الرياضي ومن النشاط الرياضي بقى دخلت عدو مجلس إدارة ومن خلال مجلس النشاط الرياضي بعد المجلس بعد مجلس إدارة بعد مجلس إدارة وكت في مجلس إدارة الكابتن محمد عبدالصالح وحشة رحمة الله عليه وقدمت استئالتك في المجلس لا مش كنت في اللي حصل إيه بقى أنا دخلت مع كابتن صالح 76-80 كمجموعة فإحنا قاعدين بالليل بنفرز يوم الانتخابات أنا مش بعيد النفسي أنه دخل عشانه يبقى معا مجلس أو يبقى فالفرق بس كان كاب صالح الاختار الأسامي بالاتفاق معاه المهم يعني فأنا بس أنا إيه بالنسبة له كنت الأنصر الفاعل يعني فأنا قلت له كابتن الفرق اللي موجود مش هيعوض الميتين صوت الفرق كان بينه وبين الفريق مرتجي متين صوت يلا بينا الروح فقال لي لأ قلت له إيه قال لي أنت تستنى أنا حروح قلت له أنا حستنى أعمل إيه كابتن هل تستنى تعمل إنت إنت بتنافس ممكن تخش المجلس قلت له أنا مش عادد لنفسي والله ما كنت عادد لنفسي وإنزل وقلت تحت عشان ما يحصلش عاكم شوفي يا أخي ده كابتن صالح ده كان ليه فنزلت قعدت فلقيت كمال بيه والتونسي رحمة الله عليه وسلم وكان معايا بينفسني بقل على المركز ده مين يخش أنا ولا عادل بيشة وربي اللي كان عدو مجلس سابق طبعا تيك 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 أنا عديت دخلت المجلس دخلت المجلس كمال بيه بقول لي بقولك إيه فاهم إن أنا حخش أناك لو قدمت استقالتك حقبالها فورا قلت له أنا عمري بحقدم لك استقال على طول كده بدعابة إحنا بنقبل الاستقالات يعني فكر إن أنا داخل بقى حعملهم مشاكل وفعلا لما دخلنا هو نحاني عن كل المناصب يعني عمل المكتب التنفيذي عمل مش عارف إيه عمل إيه وإنت خارج المناصب ألا أنا بقى كده دخل عايزيني نعمل المكتب التنفيذي أنا بقى برشح الكابت الوحش محرم الراغب وطلعت من حميد بصفته أميني الصندوق وازوني كان حميد مش عارف الأستاذ حميد كونيسي كان معنا في المجلس ألا لا المهمة ثلاثة أنا مش فيهم طبعا أه ولحد عايزة يرشح نفسه فقلت له يا كمال بي فاتشني فاتش حد يعرف يختار بعديك يا عيني فالمهمة بس يشوفه البوقف الطريف ده أه فالمفريق مرتاجي قالنا انتقل إلى جدوى للأعمال قلت له لسه يا فاندي قال لي إيه قلت له ما اخترناش رئيس المكتب التنفيذي وأنا برشح سيهتك يا سيدي طبعا كمال بي كانت طول عمره هو رئيس المكتب التنفيذي انت ضربت كرسي في الكولوب ما أنا قاري الليحة أيوة طبعا يا الرئيس يا الوكيل يا الوكيل فانا بس بأيه بفاهم كمال دعابة برضو يعني لا بالدعابة دعابة قلت له أنا برشح سيهتك رح عامل كده كمال بي رحمة الله الله ووصل للفريق مرتاجي لأسكت راح زعله الله انت عجبك الكلام ده قال له ايه فراح ضحك الفريق مرتاجي الجارة العادة بنسيبها لكمال بي آه شوف يا أخي قلت له ونعمل اختيار أنا لو للحرج كنت اخترت كمال بي يا أخي شوف النادي الآن ده 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 حاجة فأنا قلت له بس يا كمال بي بعد ما خلصنا ما تعملاش وانت فاكر ان انا داخل دي حت ضيقني ان التلاتة دول أو حضرتك بس انا بقولك يعني الجيم ممكن يتعامل بمئة طريقة واتحكنا بعد ثلاث تورشور استقال الكابتن الوحش وراح أهل نيبيا بمرة تفتكر اختاروا مين في المكتب التنفيذي لقوني أنا اللي شايل الليلة في كل التطوعات كنت عود مجد صدارة عود مجد صدارة معاه بعد ما استقال مين بقى لدخل الرياضة الكابتن الوحش استقال من المكتب التنفيذي من النادي آه بيدور على واحد يدخلوه راحوا هم اللي اتنات اختاروني عدل يخش المكتب لأ وانا مش داخل اناكف انا داخل اساعد اللي بيخش النادي الاهلي بيخش عشان عاوز الكيان نفسه بتستعملت حاجة ما تعملتش حاجة بعد كده ودي تدلك على قوة اللي هي العلاقة اللي بين الاهلي والزمالك لو الاهلي والزمالك بقى دقوة مش عارف ايه عملوا مجلس مكتب تنفيذي مشترك بين الاهلي والزمالك للتنصيق في القضايا الرياضية اللي تفيد الرياضة المصدرية دي اول مره نعرفها دي والتلاتة بتوع المكتب التنفيذي بتوع الاهلي مين فريق مرتجي كمال بيحافظ عدل القيام ومين كان في الزمالك الزمالك بقى هما حطوا برضه بايس النادي مش فاكل انما انا مركز ان هو ده واكتماعنا اول اجتماع في الزمالك وتاني اجتماع عندنا يا اخي الروح ايه دي الروح دي هما عارفوا انه مصلحة الرياضة في اتفاقنا مش في خلافنا انت شوف انت لما بتروح لكابتن ناصف سليم ومعاك الامضة يعني خلاص بقى اللي بشعاج بو يدرى الجنوه في الحيط فانت راحت تستأزينه ورغم انها مضت خلاص تهاني توصل وكل حاجة خلصت معاك انما راحت تستأزينه وهو كابتن نور الدالي لما ييجي ترشح رئيس نادي ويجي النادي الاهلي وعايزكوا توقفوا جنبي انا عمل افكر مين اللي هيقعد جنب الكابتن صالح سليم يا سلام فوقفنا جنبه ونجح ونجح لانه هو كان يستحق مش احنا اللي نجحناه نعم الكابتن نور الدالي بتاريخه في الزمالك اللازم ينجح طيب بعد ما كنت عضو مجلس ادارة في النادي الاهلي عدت فترة كم لا انا بقى اللي يضحكك بقى انا نجحت وكابتن صالح لم يوفق الانتخابات اللي بعدها كابتن صالح نجح وانا لم يوفق انت لم توفق لان في ناس دخلت حربتني وشي كده ده بتاع كمال بيه ده بتاع الفريق المنتجي وكابتن صالح على فكرة نداهلك انت مصطفى يونس الساعة خمسة ترفض الساعة هلكم سبكوا مني شوفوا عدل القرع لان في ناس هتسقطوا دي حصل وعمل كده مع هشام سعيد وكتنى وهشام سعيد والانتخابات كانت في الصالة المغطاة فهو كان يهم ومصطحة النادي وخليه ناظرة كمان عارف مين اللي هيفيدي النادي اكتر هي بش حكاة يقولك كده ففي التمانينات كابتن صالح نجح دورتين ورا بعض ايوا وبعدين قلن كفاية عليها كده فكابتن انا قلت بقى دي دورة الكمال بيحافظ خلاص بقى مفيش كابتن صالح انا بالنسبة لي كانت شاف اكتر واحد مهموم بالنادي اللي قالي كان كمان بيحافظ فجينا بقى ان الكابتن وحشي تفشح ضده والمطبخ بقى اللي كان في بيعمل الانتخابات كان فيه انت والنبيل السلامة ومحرم الراغم وكان مين تاني كان موجود معاكو ام محسن عبد الرسول ربنا ديله الصح ام محسن عبد الرسول كان فيه شلة كده اه كان فيه شلة وكان مختر قبظة رحمة الله عليه مختر رحمة الله يعني كان فيه شلة كده معروفة ليقولك ايه دي شلة الكابتن الصالح الكابتن الصالح في المجلس التكميلي لما تسحبت الصيخة من مجلس الكابتل الوحش اللي تردي طب أنا عاوز أسألك سؤال عشان الجزئي دي برضو عشان بعض الناس كابت تتكلم هل حصل مؤامرة على كابتل محمد عبدالصلاح الوحش لا 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 ما هو في ناس فهمة وهنا برضو حاوزينه وضح لقوله اللي حصل إيه بقى اللي حصل إن المجلس ده كان رئيس النادي ونائب رئيس النادي ولو أستاذ حمدي كناسي جابها والتمانية الآخرين اللي هم كابتن حسن حمدي كابتن الخطيب محرم الراغب عمر علواني حسني غانم شمس عيد دول متعودين على أسلوب وطريقة ودول عايزين أسلوب وطريقة جديدة حصل خلافات الكابتن عبدالصالح الوحش في هذه اللحظة كان يشعر بالضيق والكرة ابتدت تتراجع وهم قلقانين على الكل كل واحد عادي مشي اللي في دماغه فالرحمة قدم استقالته قدم استقالته أصبحت الوزارة هتعمل إيه؟ هتصعد الوكيل ولا هتصعد اللي مترشح ضده عملت لاجنة في الانتخابات لا ما كان ما عاملت ولا هتعمل إيه؟ هم فالنادي اللي قال لي بعض تسألهم فجاء خطاب ها؟ هم الخطاب ده قعد شوية ما طلعش فراحوا التمانية مستقلين قال لك لا نعمل اتخابات جديدة شا ما حصلش شاوشارة بقى نعمل اتخابات بقى الرئيس مستقيل ودي تمانية حلاص بقى اتنين ها فجأوا الله ده ممكن اتنين والوزارة بس ها شكرا